مرحبا حضراتكم مرة تانية في المحترف وانت دايما اللي بيحبوا الأرقام والإحسايات بيكون لهم نظرات مختلفة في جوانب مختلفة من البطولة لكن خلينا نتكلم الأول على إجمال البطولة شايف البطولة زي من النواحي الفنية وهنتكلم أكيد على لغة الأرقام وما يعني تدل هل إشارة الأرقام تدل أن فعلا المنتخب الإيطالي يستحقها زي البطولة ولا من لغة الأرقام كان ممكن فيه فريق تاني يكون هو بطل البطولة بكل تأكيدة كابتن البطولة اليورو الموسم أو النسخة دي هي النسخة 16 من 60 عام هي أفضل نسخة وأقوى نسخة حصلت في تاريخ اليورو بشكل عام خلفت وسجلت أرقام قياسية إحسائيات لا تعد أنا من وجهة نظري أن سيصعب على الأجيال القادمة أن هم يحطموا هذه الأرقام بسبب اليورو 2020 اللي تنفذ السنة دي بالنسبة لمنتخب إيطاليا بكل تأكيد يستحق بجدارة لو بنبص من ناحية الفنية ومن ناحية الأرقام هو أفضل فريق حقك أرقام قياسية في اليورو كتب أرقام للتاريخ يعني نتكلم أنه هو حقك أكبر فوس في تاريخه باليورو بسلسية نظيفة في الافتتاحية في الدور التمهيدي أمام تركيا ده بداية قوية جدا في مجهة سويسرة في الجولة الثانية أيضا فاز في آخر 11 مباراة بجميع البطولات دون هزيمة جابتناني ده رقم قياسي كمان رقم قياسي محافظنا على الشباك وكلينة أرقام كتيرة جدا حسيبك طبعا تسرت بعض الأرقام القياسية لكن خلينا نكلم على كمان مع منشيني لأن كمان إحنا بنتكلم على مدربين وإحنا كمان في حلقتنا النهاردة اللينا يعني في الحلقة أو في فقرة الأخيرة اللينا يعني كلام كتير جدا عن المدربين مع منشيني كمان بحقق أعتقد 34 أو 35 وصل مزبوط وصل 34 مباراة دون هزيمة يعني ناقص مباراة واحدة دون هزيمة ويكسر الرقم القياسي لأسبانيا منشيني طبعا استطاع أن هو يفرد فلسفته عمل توليفة قوية جدا من اللعيبة أبرزهم زي ما احنا عارفين من وجهة نظري هم المنتخب الإنجليزي منتخب إنجلترا بيلقب بمنتخب الأثود السلاسة من وجهة نظري أن الأسود الثلاثة شفناهم بالفعل في أرض الملعب وأرض الميدان مع منشيني فيه من وجهة نظري المتمثلين فيه كيليني وبونوتي دول الأسدين كسر روما من وجهة نظري الأسدين كسر نيل عندنا هنا فوق الأسد الثالث اللي هو حامي عرين المنتخب الأزوري من وجهة نظري طبعا دون روما المترجم للقم في القناة